هل الوقت مناسب للاستثمار في الطاقة الشمسية؟ أي أن كان هدفك من منظومات الطاقة الشمسية سواء كنت حاب يكون عندك منظومة الطاقة الشمسية مستقلة عن شبكة الكهرباء أو عندك مزرعة وحاب تشقلها بالكامل على الطاقة الشمسية أو عندك منشئة صناعية أو تجارية أو أي أن كان وحاب تخفض فواتير الكهرباء هل هذا هو الوقت المناسب من أجل التفكير جديا في مشروع الطاقة الشمسية لمنشأتك للمزرعتك للمنزلك لأي أن كان؟ أهلا وسلام ومرحبا بكم أنا ناصر صبر وهذه قناة سولانا الطاقة الشمسية بدأت في الأسواق وبدأت استخدامها في خمسينة القرن الماضي عندما بدأت بعض الشركات الأمريكية استخدامها من أجل تثبيتها على المركبات الفضائية لإستخدامها في الوضع وقتها كانت قالية جداً الألواحي الشمسية وكانت أيضاً كفاءتها قليلة جداً لا تتجاوز 2 إلى 3% في خمسينة القرن الماضي تحديداً 56 إلى 58 بعد ذلك بدأت تدخل الأسواق تدريجياً مع أنخفار أسعارها لأنها من غير الممكن أنها تنتشر تجارياً على منطق واسع في ظل ارتفاع الأسعار غير معقول بالنسبة للناس المستخدمين العاديين بل إضافة لذلك كانت الكفاءة جداً لا تشجع على شراء الألواحي الشمسية لكن اليوم بعدما رأينا تطور مذهل في كفاءة الألواحي الشمسية وصلت إلى حوالي 25% اليوم وأيضاً خفضت الأسعار بشكل غير مسبوك خلال تحديداً آخر 10 سنوات الأسعار انخفضت بشكل كبير جداً وأصبحت أسعار الألواحي الشمسية تقريباً بسعر التكلفة الآن شركات الألواحي الشمسية تدعي بأن الألواحي الشمسية بأنها تصنع الألواحي الشمسية وتبيع الألواحي الشمسية بسعر التكلفة وحيان بسعر أقل من سعر التكلفة إذا نظرنا إلى هذه الأرقام ونظرنا إلى الوضع القائم حاليا والجدوى من وراء منظومة الطاقة الشمسية فنستطيع نقول بأن الوقت فعلا مناسب اليوم من أجل الاستثمار في الطاقة الشمسية سواء كان هدفك تخفيض الفواتير أو هدفك الاستقلال كليا عن شبكة الكهرباء والاعتماد على الطاقة الشمسية أو هدفك مشروع تجاري وحاب تبيع الطاقة الشمسية لمستهلكين آخرين أو حاب أنك عندك مزرعة أو منشئة وحاب تغطيها بالكامل من خلال الطاقة الشمسية أو أنت في مكان ما عندك حل آخر للطاقة الشمسية فاليوم التفكير في مشروع الطاقة الشمسية تفكير ممتاز وفي محلة والجدوى الاقتصادية كبيرة جدا مثل ما ذكرت شركات تصنيع الألواح الشمسية تحديدا تدعي اليوم بأنها تبيع الألواح الشمسية بسعر التكلفة وأحيانا بأقل من سعر التكلفة والسبب في أن خلال عامين أو ثلاثة سنوات الأخيرة زادت إنتاج الألواح الشمسية بشكل كبير تراكمت الألواح وبالتالي أصبح الطلب أقل من العرض المعرض كبير والطلب أقل وبالتالي نزلت الأسعار حتى الشركات تتخلص من الفائض الذي لديها في المستودعات وبالتالي كانت الأسعار جدا نزلت الأسعار بشكل كبير هل سيستمر نزول الأسعار؟ البعض قد يفكر بأنه ينتظر سنة أو سنتين وبعدها يفكر في مشروع طاقة شمسية لأن الأسعار ستنزل أكثر لكن الشركات تقول غير ذلك بعض الشركات الصغيرة التي صنعت الوح شمسية خلال السنة والسنتين الماضية توقفت عن التصنيع لأنها لا تستطيع الاستمرار في ظل انخفاض الأسعار واستحوذت عليها شركات أخرى الشركات الأخرى أيضا الكبيرة بإمكانها أن ترفع الأسعار في أي وقت ولا يمكنها الاستمرار في ظل انخفاض الأسعار بالنسبة للألوح حتى يستمر السوق في العمل لازم يبيع بأي مصنع وأي جهة علشان تستمر في المجال لازم تبيع بسعر أعلى من سعر التكلفة فشركات الطاقة الشمسية تقول أنه لا يمكنها الاستمرار في ظل انخفاض الأسعار بهذا الشكل وبالتالي قد نرى ارتفاع بالأسعار أو على الأقل لن نرى انخفاض أكثر من هذه الأسعار على العقل والمنطق فهذا فيما يتعلق بالألوح الشمسية الألوح الشمسية تشكل ما نسبته 30% إلى 40% من السعر الإجمالي للمشروع فتكلم عن الرقم كبير خصوصا إذا كان المشروع كبير بعد ذلك يأتي عندنا الانفيرترات أيضا سعارها انخفضت بشكل كبير جدا ولكن ليس كمثل الألوح الشمسية مش مقارنة بالألوح الشمسية الأسعار نزلت لكن مش إلى مستوى نزول أسعار الألوح الشمسية ومن المتوقع أيضا أن تنخفض أكثر أسعار الانفيرترات الحقيقة وكذلك أسعار البطاريات الانفيرترات تشكل ما نسبته 10% إلى 15% تقريبا هذا الرقم تقريبي من سعر المشروع ثم عندنا البطاريات إن وجدت وعندنا هياك للتثبيت وعندنا بقية الأكسسوارات واجور الأيدي العاملة وكذا يكون عندك كل تكاليف المشروع معظم التكاليف تروح للألوح الشمسية لكن مؤخرا بعد أن نزلت الأسعار يعني أصبحت نسبة الألوح الشمسية من تكلفة المشروع تعتبر قليلة مقارنة بما كانت عليه سابقا كانت تأخذ 50% إلى 60% إلى 70% من التكلفة نقدر نقول باختصار أن الوقت مناسب من يريد أن يستثمر في الطاقة الشمسية اليوم أتوقع أن الوقت مناسب لأننا لن نرى إنخفض أكثر في الأسعار أكثر من الإخفاض الآن والجدوى الآن ممتازة في بعض المناطق الجدوى فترة استعادة رأس المال والتي أهم مؤشر على مدى جدوى المشروع الجدوى أحيانا لا تتجاوز عام في بعض المناطق وفي بعض الدول من سنة إلى 3 إلى 4 سنوات مقارنة بـ 30 سنة عمر الإفتراضي للمشروع فاللوح عمرها 30 سنة الإنفيرتارت أيضا بعض الجهات تعطي ضمان إلى حد 20 سنة كذلك البطاريات وصلت إلى 15 إلى 10 إلى 12 سنة يعني العمر التشغيل لها فتتكلم عن يعني جدوى اقتصادي واضحة ومعروفة فأثبتت الطاقة الشمسية فعليتها وتعتبر حل ممتاز وحل رخيص وبسيط لكثير من الاشكالات فيما يتعلق بتلبية الاحتياج للطاقة الكهربائية خصوصا في المناطق التي تفتقر إلى وجود شبكة كهرباء دائمة ومستقرة فالطاقة الشمسية لا بدل ولا غناء عنها فالمناطق التي أيضا ترتفع فيها أسعار فواتير الكهرباء الطاقة الشمسية حل ممتاز من عجل تخفيض فواتير الكهرباء إلى أقصى حد ممكن خصوصا إذا كان هناك سياسة سياسة صافية القياس أو ما يسمى بنتميترينج مع شركة الكهرباء أيضا تزيد جدوى هذه المنظومات أكثر وأكثر فالجدوى بتزيد أكثر وأكثر والتكلفة ربما تنخفض وربما تحافظ على نفس المستوى لكن ليس بشكل كبير الأخفاض ربما يأتي ويكون وارد في بعض الجزئيات مثل البطاريات مثل الإنفرترات الألواح توقع أنها وصلت إلى سعر لا يمكن أن تنزل أكثر من ذلك لكن ربما نشوف تطور في الكفاءة تطور في الأداء مقارنة بالحفاظ على نفس المستوى السعر في نهاية الفيديو أشكركم جدا على مشاهدة وأشكر كل من شارك هذا الفيديو مع أي شخص مهتم بالطاقة الشمسية مع أي شخص مهتم بالطاقة الشمسية ولكنه لا زال متردد في أنه يستثمر في هذا المجال أشكركم جدا يعطيكم ألف عافية أسعد الله وقاتكم والسلام عليكم